أيها الأحبة الكرام ليس معنى أن نتوكل على الله عز وجل أن لا نأخذ بالأسباب بل هذا من معارضة التوكل على الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو تأخذ بالأسباب تغدو أي تذهب وتروح وتبحث عن رزقها تغدو خماصا أي جائعة وخوية البطن وتعود بطانا أي مليئة البطن فهي تغدو وتأخذ بالأسباب وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يذهب إلى الغزو أو إلى الحرب والجهاد فكان يلبس البيضة وأيضا كان يلبس المغفر وغير ذلك والدرع وكان عنده درع فكان يحتمي في الأشياء أو يلبس الأشياء التي يحتمي بها المسلح أو المجاهد وهذا لا ينافئ التوكل على الله عز وجل وكذلك نحن لا بد أن نتوكل على الله عز وجل في مقابلات هذا الفيروس وأيضا بالأخذ بأسباب الوقاية والعلاج لهذا الفيروس وقد رأيت مطوية أو كتيبا صغيرا أو منشورا أو دليلا من وزارة الصحة الكويتية جاءت فيه بالأشياء والأدلة والإجراءات التي إذا أصاب الفيروس أحدا أو الوقاية من هذا الفيروس وغير ذلك سأترك رابط التحميل إن شاء الله في خانة الوصف وأيضا في أول تعليق من التعليقات أثبتها لكم إن شاء الله حتى تعم الفائدة وانشروها فهذا أمر طيب بإذن الله عز وجل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل انشر الوعي وانشر هذه الحلقة وانشر هذا الدليل وانشر بين الناس حتى تعم الفائدة وتنفع إخوانك المسلمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا من فضله بالعافية والصحة والسلام من كل سوء ومن كل إثم ومن كل شر وأن يقين الأمراض وأن يقين شرها وأن يقين سيئها وأن يصرف عنا الطاعون وهذا الفيروس وأن يمتعنا بالصحة والعافية وأن يطل أعمارنا في العمل الصالح وأن يحسن خاتمتنا اللهم آمين وأن يجعلنا من أوليائه وأنصاره وجنده وحزبه وأن يشرفنا بنفع إخواننا المسلمين في كل مكان وأن ندعو إلى الله عز وجل ونجاهد في سبيله وأن ندل الناس عليه أسأل الله أن يشرفنا بذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين